فصائل فلسطينية تعلن مسؤوليتها عن هجوم بقذائف مورتر على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم مع استهداف قاعدة لجيش الاحتلال إذن مرة أخرى بشير نتحدث عن تأكيد هذا الخبر أنه تم استهداف قاعدة لجيش الاحتلال كما قلت في بداية هذا الخبر بالقرب من محيط قاعدة عسكرية لكن تم تأكيد أنه تم استهداف قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي